بسم الله الرحمن الرحيم معكم انا الحرفة من قناة علمات بخ النهاردة هنعمل فطيرة بالسكر اللي احنا بنشتريها من المحلات وبرح ندفع فيها قد كده هنعملها بأبسط طريقة بقى من غير العجن ولا فرد ولا وجعل شايفة شكله عامل ازاي? مشاق الله عليها عملنا بطريقة بسيطة غير مكلفة وكل الحكاية لفة من الجلاش يعني تقدري تعملي حاجة حلوة لولادك باقل الامكانيات طبت عم بص عليها كده نشوفها مورقة بقى ولا ايه? شايفة شكلها? ما شاء الله عليها. هنشوف احنا عملناها ازاي? يلا بينا نشوف عملناها ازاي معنا لفة الجلاش طبعا ده مش اعلان يا جماعة احنا كده بنفك بس اللفة بتاعت الجلاش بتاعتنا اهي وحنمسكها بقى نفردها قدامنا كده اهي وحناخد جزء من الجلاش بتاعنا ده وحنقصه كده بالمقص ونعمله ايه? مربعات وشرايح صغير اهو زي ما انتش شايفة كده انا زي ما انتش شايفاني بعملها هتنيها كده اتنين نص اللفة يعني لا ربع اللفة كده هنقطع ونحطه كده ايه? وده اللي احنا هنورق به الفطير بتاعنا. هناخد طبعا اه ورقتين على بعض من الجلاش. اهو. وطبعا بتكون مسيحة بقى زبدة جنبك او سامنة البلدي. اللي موجود عندك اعملي بيه. طبعا هو بالزبدة وبالسامنة البلدي بيبقى طحفة ما شاء الله عليه. اهو كده هنحط بقى ورقتين كده وحن بالفرشة هننمسح بقى عليهم كده بالزبدة بتاعتنا او بالسامنة اللي عندك اهو. وبعد كده هنمسك بقى القطع اللي احنا قطعناها دي. الشرايح اللي احنا شرحناها كده بالمقص. اهي زي ما انت شايفها. هنحطها كده وندهن برضو. بالفرشة. احنا كده بنورع الفطير بتاعنا. الطبقات اللي احنا بنحطها ديت هي دي اللي هتبقى التوريقة بتاعة الفطير اللي احنا بنعمله. اهو زي ما انت شايفها كده. تصدقين هيطلع معاك فطير طحفة في منتهى الجمال. وحتلاقي كده طبقات ورقات فوق بعضين زي ما تكوني عجنة وفردان. اهو حتتني بقى كده. برضو اه بعد ما بتتني بتدهني برضو. اهو زي ما انت شايفها بسيط يعني. اهي والطبق كده الفطيرة بتاعتك. وفساج بقى فصانية. انا عاملة فصاج. انت عايزة تعملي فصانية براحتك. وانا دخلت برضو الفرن. اهو هترس كده. هنجي نعمل واحدة تانية. برضو ورقتين. مقطوعة مش مشكلة. ما فيهاش اي حاجة. هتمشي برضو معاكي. وهتمسح عليها كده بالفرشة بالزبدة. او بالسمنة اللي انت حطها. واللي احنا مقطعينه ده. هتحطي كده هوة اللي هي التوريقة بتاعة الفطير. اهو طبقة وراء طبقة كده وبين كل طبقة او طبقة بتحطي مسحة من السمنة او الزبدة. اهو زي ما انت عايزة. وحيطلع معاكي موررق وفي منتهي الجمال. عسل بقى السكر تحطي له تعمل اه ولادك بالمربة يكلوه. يعني زي ما انت عايزة هتعمليه. ومن كمرده تقطعين وتحطي عليه لبن. هيبقى في منتهي الجمال. اهو ده ناهي. وزي ما انت شايفة كده. اهي. اهي. بقت فطيرة في منتهي الجمال معانا اهي. هنعمل برضو واحدة تالتة. يعني هي لفت الجلاشة عملت لنا الست فطير اللي احنا عملناهم. طبعا بالتوريقة اللي اللي فيهم. اهو زي ما انت شايفاني بعمل اهي. حاجة يعني مفيش اسهل من كده. اهو. هتدهني برضو. كل طبقة برضو هتدهني. بالمعقول يعني احنا مش هنحط حاجة زيادة عن اللزوم لأ احنا هندن بس بالمعقول. احنا عارفين طبعا ان الفطير بيحب السمنة والزبدة. فانتي لازم بتحطي اه بين الطبقات وبين بعضها لان هو ده اللي بيديكي التوريقة اللي موجودة في الفطير. اهو. حاجة كده مفيش ابسط من كده. مقطع بقى بايزة منك كده مقطع مشاردة. مفيش اي مشكلة. كل دي هتبقى هي طبقات وهي دي التوريقة بتاعة الفطيرة بتاعتك. اهو مفيش اظنة اسهل من كده. اهو. حتطبق بقية برضو. وبردو هتدهني كده. اهي خلاص كده اهنا بنعمل اخر واحدة. الموضوع كله ما اخدش في وقت. وآه ما اخدش مجهود. آآ غير مكلف. السمنة موجودة عندنا في البيت. عندك زبدة ماشي. عندك سمنة عادية ماشي. حاجة كله حينفع معاكي. آآ وهي يدوب. انه اللي احنا اجبناها لفة الجلاش. وبس وعملنا حاجة حلوة في البيت. وفرحنا ولادنا. نفسهم في الفطير. اديك عملت احلى فطير مورق. وبامكانيات آآ بسيطة جدا. اهي اخر فطيرة معنا اهي. زي ما انتش شايفة. عملناها. حطناها فستاك بتاعنا خلاص كده. ومعنا بقى الحتتين اللي بقين دول هنعملهم برضو آآ هلفهم برضو هندهنهم. وهيطلعوا برضو في منتهى الجمال. يعني ما فيش حاجة عندك آآ حبوز ولا حاجة هتترمي. انا باقول لك بس انك ممكن باقل الامكانيات تعملي كل حاجة في البيت. وتفرحي ولادك كده وتوريهم شطرتك. اهو كده احنا خلصنا الفطير بتاعنا. هندخله الفرن طبعا على الرف الاوسط. وطبعا انا كنت مولاعة الفرن قبلها بشوية. يعني بحوالي عشر دقايق كده. مش هيخد حاجة خالص ولا بياخد وقت. او زي ما انت شايفة طالع ما شاء الله عليه. هيتكلم. شايفة شكله. وشايفة ما شاء الله ما نفوش ازاي اكنك عاملاه وفرده ويعني اه ما شاء الله عليه. اكنه عاجينه واحنا فردينه. حننزل عليه طبعا بالسكر طبعا احنا عارفين احنا في الشتاء والسكر كله بيبقى مرتب كده. ونحط عليه السكر. عايزة بالله يتحطه. عسل بقى الولاد يكلو بالمربع زي ما انت عايزة. وطبعا احنا عارفين ان الفطير ده في المحلات بيتباع اسعار وشكلها ايه? يعني عشان تجي بواحدة صغيرة زي دي. شوف هتدفع فيها كام? احنا عملناها من ولا حاجة يعني. تعا نشوفها كده. يا سخنة نار يا لسه طلعا من من الفرن بس برضو ها اطعلكوا واحدة بصي شايفة مورق ازاي بصي ان شاء الله عليه. دباري ووفاري وبالفة هنا وشوفها. واحلف طيرة بصوكار.